النهاردة جماعة ان شاء الله طبعا هنكمل او هنستكمل اللي احنا اخدنا المرة اللي فاتت. لو نفتكر يا جماعة احنا بدأنا المرة اللي فاتت اللي هي فكرة انقسام الخلية اللي هي بداية البيولوجي بارد. جزء البيولوجي اللي عندنا. طبعا احنا اخدنا في اول الدرس ده لو تفتكروا ان في انواع السيل نوعين. السوماتيك سيل اللي هي يعني كل جسمك سوماتيك معادة سيل. طيب يا ميستر ايه الفرق ما بينها وبين السوماتيك? قلنا السوماتيك دي ممكن تقول اي اختصارات قدامها. اللي هي ليفر ماسل ليفر ماسل بلود بون ستمك هارت كل دي عبارة عن سوماتيك سيل. طيب يا ميستر السوماتيك سيل في البلانت روود استمليم. الريبرودكتف لا الريبرودكتف بقى حاجة تانية اللي احنا قلنا جماعة في البلانت اسمها انثر ووفري. وفي الهيومان اسمها تستيز ووفري. اما بتطلع سيل اللي قلنا اخد بالك منها اسمها جامتز اللي بيبقى فيها قدامني جيناتك ماتيريال هاب. يعني السوماتيك والريبرودكتف كاملين. اما الجامت بيبقى فيها النص. طب يا جماعة اخدنا ايه المرة اللي فاتت? اتكلمنا قلنا عشان نعمل اي لازم نقسم الاول اهم اورجانيال اللي هو النيوكلس. ورسمنا النيوكلس مع بعض. ليه قلنا يا شباب لو تفتكروا ما عندنا نيوكلر ميمبرين نيوكلولوز وخروماتين اللي هي الشغبطة دي. اتو جيبك. قلنا جماعة الكروموسوم بيتحول ليه اللي الكروماتين بيتحول ليه كروموسوم. بمعنى الكروماتين اللي هي الشغبطة دي بيتحول تبقى على شكل الكروموسومز اللي احنا قلنا ليها عدد محدد. وحلينا ما يقرب من عشرين مسألة في موضوع الايه العدد لو تفتكر. شرحنا ان الكروموسوم دي عبارة عن سريد لايك بودز اجسام خيطية الشكل بتظهر تحت المايكروسكوب وبتشيل يا نبيل الجيناتك متيريال. بتشيل المادة الوراثية. وحلنا بتتكون تركيبيا من تو كروماتيد وسنتروميل. يبقى ايه الكنيكشن بوينت يا جماعة اللي عندنا هنا اسمها سنتروميل. طيب. قلنا لو جينا حللناها في اي معمل تحاليل هتدينا مادة اسمها دي اي 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 وي بروتين. حد فاكر مين الاهم? تمام اللي هو نيوكليك ايه? اسد. طبعا وحلينا زي ما قلنا جماعة عدد كبير خالص من المسائل? اختصارا. قلنا في النهاية خالص ان انا عندي نوعين من الديفاجن. ميتوتيك وميوتك. ميتوتيك اللي هو بيحصل للسوماتيك سيل. ميتوتيك اللي هو بيحصل في السوماتيك سيل. اما الميوتك اللي هو بيحصل في الريبرودكتف سيل. تعالك يا جماعة بالراحة. حسة النهاردة اللي احنا خناخد اهم جزء. اللي هو بقى الميتوزز كاملا. ممعنى? تعالك انا نشوف قدامك على البورد الاتنين. الميتوزز والميوزز. او والميتوتيك والميوتيك. احنا شغالين في الجنب ده هو. اللي هو اسمه ميتوزز او ميتوتيك. يبقى انت جماعة عم ترجم كده جماعة دماغك كاملا على البورد ده. ان انت شغلت للوقتي هنا. حد يفتكر من الحصة اللي فاتت. هو ده شغال على اهنو سيل. حيث سوماتيك سيل. حد فكر السيل الواحدة اللي هي تو ان تتقسم لكم واحدة? زعيطر. فضلي? كل واحدة فيها تو ان. يعني خليتين كل واحدة فيهم تو ان. عشان كي يا جماعة سموه يعني ايه دايريكت? دايريكت سيل ديفيجن. اللي هو حضرتك بالبلد كده ان السيل الواحدة بتتقسم لاتنين. طيب ده شغال لي مين يا مستر? قلنا ده شغال مع السوماتيك سيل. سواء في البلانت او الانيمل. طيب تعالك هيا نبتكر السوماتيك سيل في البلانت زي مين? روت ستم ليف. طيب الانيمل هل لي عدد محدد? كيبير خالص. كل السيل اللي بجسمك ما عدد مين? اللي هو ما طبعا يا جماعة زي? ليفر ماصل بون بلد هارت كيدني كل دي عبارة عن سوماتيك سيل. طيب تعال كده سيادتك ننقل مع بعض فكرتنا عن ايه الميتوتيك ديفيجن. اولا الميتوتيك ديفيجن قلنا اتقكر السوماتيك سيل. ان ويتش سيل ديفايد انتو كام سيل? عشان تدينا جماعة زي سيم نمبر اف كروموسو. مستر مش فاهم. يعني زي ما زعيتر قال. التو ان بيتقسم لي. تو سيل كل واحدة فيها كام? تو ان وتو ان. هنا هيخطر في بالك سؤال. ركز كده فيه شوية في الصورة اللي قدامك عشان المفروض فيه سؤال دلوقتي. حررت تسأله لي. حد يسأله? اتفاضل يا حمادة. ازاي تو ان تمام? ادتنا تو ان وتو ان. اركض السؤال ده على جنب يا حمادة لما نفتكر مع بعض تاني. احنا اخدنا المرة اللي فاتت. ايه ده? ان الكائن بيبدأ بالمراحل المختلف يا جماعة. كل شوية حجمه يزيد. وشكله بيضغية. والدليل على كده بص على صورتك وانت موجود فيه. لفة. كيجي. اه ميدل. بعد كده سينيور ان شاء الله. وهكزا. كل شوية حجمك بيختلق. نومبر تو. كومبنسيت. عايز اسأل سيادتك سؤال. هو لو الخلية لو الخلية اتقسمت ودتنا خليتين مختلفتين. حد شاطر كي جماعة يرفع ايدي. يقول لي قلنا ممكن يحصل ايه للشخص? لو الخلية اللي طلعت مختلفة عن الخلية اللي موجودة قبل كده. حد فاكر. تشوه تمام يا جانا. اللي هو أنا شرحت لك بالتحديد. قلت لك انا عندي سري سل. مكنين الكلام ده? لو واحدة في النص اللي حصل لها? بازت. اللي عليها دي هتعمل ايه? هتعمل فتتقسم تبقى كامسل. واحدة تيجي في مكان السل اللي كانت موجودة قبل كده. والتانية في نفس مكانها. فقلنا يا شباب دي لازم تبقى ايدنتيكال. يعني كلمة ايدنتيكال صورة تبقى الاصر. وسألت سيادتك سؤال. قلنا جماعة هيحصل يعني تشوهات. ان انت كل تعويرة هتبقى في حياتك يا جماعة. اللي يحصل الله. تبقى مشكلة بالنسبة لك. هيبقى جسمك بالبلد كده مرقع. يعني حباية طلعت لك في وشك هرشتها. نزلت دم السل اللي ما كانها طلعت شكلها مختلئ. فبقت بطعة. وهكذا. كنت انت حتبقى متشوق خالص. لكن ربنا سبحانه وتعالى ضمن ان الميتوزز يدينا صورة تبقى الاصر عشان ما يحصلش الكلام ده. طيب ركز. الاخيرة ان هي بتضمن الاسكشوال في الكائنات اللي هم يوني ايه? ان الكائنات وحط الخلية الصغيرة بتقدر تعمل ميتوز عشان الاميبة الواحدة تتقسم تبقى كم قبيبة? اتنين صورة تبقى الايه? الاصر. فكده يبقى هي زودت عددها. كده يبقى هي جماعة زودت العدد وبقت تمام التمام. لحد دلوقتي الكلام ده اخدناه امتى? مرة اللي فاتت. النهاردة نبدأ بسؤال حمادة اللي فيه اكتر من شخص قاله. ايه السؤال يا جماعة? اللي هو حضرتك. ازاي مستر? ازاي التو ان? ازاي التو ان? تتقسم تبقى تو ان وتو ان? منطقيا التو ان لما تتقسم تدينا? يبقى فيه حاجة حصلت هنا هوت قبل مأسب. ازاي? كان الدكتور كده في الكلية جماعة يروح اقل لنا ايه? تخيل كده اختك الوحيدة? وانا عندي اخت بنت وحيدة. ايه اتجوزت? تلاقي منطق مشغولة في اول سنة في الجواز ان البنت دي ازاي هتاكل وتشرب ويهي لانها كانت موجودة متربية معاها. ففي عادات كده زي مسلا انت ايه الكحك? كنا بنعمله مسلا انكله كحك? لا ده البنت اتجوزت. روح يا ابو عمر بدل ايه? كيلو واحد هنعمل له السنة دي كام? اتنين كيلو كيلو جلية وكيلو البنتي. فهمين يا جماعة انا قصد ايه? طيب الحاجة بقى ابو عمر يا جماعة لما حيروح بقى يشتري حاجة. كان متعود ان هو يشتري كيلو دقيق. هلا هيشتري كيلو دقيق? هيشتري ايه? اتنين كيلو. طيب كان متعود يجيب كيلو سكر. هلا هيجيب كيلو سكر? هيجيب كامل. يبقى الاستعدادات هيحصل لها سيميلر او دوبليكيتد? انت اللي قلت اهو. يبقى لو جيت قلتلك ان انا عندي في حاجة اسمها انترفيز. حاجة اسمها ايه? يعني انترفيز تور تمهيدي او مرحلة تمهيدية. اللي احنا لسه هنعمل الكحكو والباسكوت. فاكرين الباسكوت? اللي احنا هنقسمه. طب انا عشان اضمن في الاخر ان لما تتقسم تبقى اللي احنا بدقين بيها. يبقى انا اعمل ايه لجيناتك متيريال قبل ما ابدأ? ها? سيميلر او لا دوبليكيت? اعمل دوبليكيت للجيناتك متيريال. يبقى كده براحة. اللي فتح المايك جاء معي يقفله. يبقى كده براحة? انا هاعمل دوبليكيت للجيناتك متيريال. مين شاطر يقول لي لو جات لك ليه? السل قبل ما تبدأ بتعمل دوبليكيت. حتى اقول له بالعربي. ركز في الصورة اللي كان حمادة بيسأل فيها. ليه هنا? بعمل دوبليكيت. قل لي كده عشان اضمن ايه? حد يعرف فايز? عشان اضمن السيم كروموسوم. تو انشور عشان اتأكد من ذات. الخلال لنتجة في الاخر. والبي ايه جماعة? سيميلر. احنا قلنا كلمة سيميلر او اي دي ايه? ايدنتيكا. وشرحنا في الاول لو ما حصلش الموضوع ده هتطلع السيل مختلفة. ولو طلعت السيل مختلفة ايه اللي هيحصل لنا لو تعورنا? يبقى كل تعويرة يبقى الشخص هيحصل ايه? تشوه بالنسبة لجسمه. فاهمنا يا جماعة? تاني تاني اول حاجة. السيل قبل ما تبدأ اي حاجة قبل ما تبدأ. جاء لها كده ان السيل اللي جنبها بازط. فالسيل اللي عليها الدور? فاكرين اللي احنا كنا بنشرحها من شوية? السيل اللي كانت هنا في اللون الاصفر دي بازط. فالسيل اللي في اللون الاخضر دي جالها الام ان هي تعمل فاهم اللي يحصل لها قبل ما تبدأ? بما انها هتتقسم لخليتين شبهها. تعمل ايه? قلنا كلمة? حد فاكر يعني كلمة يضاعف? يعني ايه ضاعف? يخلي الكمية اللي هتخرج جماعة زي بالزبط. بضاعف الاتنين ان بيني وبينك يبقى اربعة. كان في عشرة كلمسوم يبقوا عشرين. عشان لما يتقسموا يبقى عشرة وايه? زي الخليل اللي بدأنا بيها. يعني مثلا الكلمسوم اللي فينا يتضاعفوا يبقوا كام? فيتقسموا يبقوا كام وكام? زي الخليل اللي بدأنا فيها. فاهمين يا جماعة? حاجة صعبة? زي سيل. بريبير اتسيل. باي. موست امبورتان بروسوس. مش فاهم الكلام اللي انت قلته ده. يعني الخلية هتحضر نفسها. تقول لي السيتو بلاز قطر كميتك برضو. تقول لي الميتو كوندري تعالي انا عايزك. تقول لي لي السوم تعالي انا عايزك. طب لو اخدناه بالمثال اللي احنا قلنا في البيت. ها كنا هنعمله بصاج كحك واحد. هل هستقدم صاج واحد? هروح رايح للي جنبي ونبي صاج كمائن. عشان ده انا بدل ما هعمل كيلو هعمل ايه? اتنين كيلو. يبقى انا هعمل برضو تأهلني ان انا مأسم اقسم لاتنين شبه الالد. حاجة صعب يا جماعة? ادي اول مرحلة اسمها مرحلة الانترفيز. يا ريت تحفظ الكلمة دي. اسمها يا جماعة? لو جاء قال لك what is the importance of interface? هتقولي السل بتعمل حاجتين. duplicate and prepare. duplicate the genetic A? انها تكبرها. وقلنا ليه? عشان تضمن ان يلا ما تتقسم يبقى زي القوله بالزبط. prepare يعني تحضر نفسها. prepare itself. حاجة صعبة شباب? يلا بينا. ممكن نرسم مع بعض. بعد اذنك. لو سمحت. بعد اذنك من غير صوت. شكرا يا شباب يلا. طب انا حرسم من الوقتي حرسم الانترفيز. صح صح معانا عشان الرسومات النهاردة ماشية بالترتيب. ماشية بالترتيب. نسمنا? اللي انا رسمتو ده. حاجة اسمها سنترسوم. قلنا اللي مذاكر الحصة اللي فاتت كويس هو اللي مش هيطلق بط النهاردة كتير. تاني عندنا حاجة اسمها سنترسوم. هنرسم جوه هنا رسمة احنا رسمنا المرة اللي فاتت. من شاطر يقول لي ايه الرسمة دي? نيوكليوس تمام. مين يحط معانا اللي. عندنا الدايرة الخطين اللي برا الشغبطة. حد فاكر الدارة اللي فيها نقطة. اسمها ايه? افضل يا مش شلواني. نيوكليلوز. حد فاكر الخطين اللي برا ملك. نيوكلير مين براين. احنا جوه دلوقتي نيوكليوس. من شاطر في الشغبطة. خدر يا اسمها يارد. تبا ما تيجر تكلي. هليك في مين براين احسن. ده سامنا? ركز بالله عليك. من شاطر يفكرني كده ايه اهمية الانترفيز ده كان بيحصل في حاجتين? مازن? ازا سام ولا ديفرانت? سام. حد فاكر النقطة التانية حمادة? عمليات حيوية. تمام. كده احنا خضرنا نفسنا. نبدأ با جماعة ندخل في الموضوع نفسه. عبد الرحمن يا تامر لو سمحت كتر. عندنا يا شباب اربع خطوات. كم خطوة? برو ميتا انا تيلو. تاني كده اسمهم ايه? برو ميتا انا تيلو. تاني. برو ميتا انا تيلو. لو انت رسم كويس وفاهم. انت من نفسك هتقول لي يا مستر ايوة. انا لاحظت حاجة معينة حصلت. تفاهمين يا شباب؟ يعني فكرتك كلها في الديفيجين جاي بالرسم. يعني حضرتك. هاخد الرسمة اللي انت لسه رسمها دي. اهي. وراح رايح هنا. عند البرو حضرتها فوق كده. وحبدأ ارسم الرسمة التانية. فاهمين انا قصدي ايه؟ وانت اللي تقول لي يا مستر ايوة. انا لاحظت ان الحاجة الفرانية حصلت. فاهمين يا شباب؟ احنا دلوقت يا جماعة. فاول مرحلة اول خطوة. انت عندك كم خطوة في الميتوزز؟ اسمهم ايه؟ برو ميتا انا تيلو. انت اللي حتقول مش انا. انت اللي حتساعدني. ارسم كي جماعة معايا؟ مين يرفع ايدي ويقول لي اول حاجة بتحصل في البروفيز ايه؟ على فكرة انا بخليك انت اللي تشرح معايا مش انا. افضل يا مازن يا كحلة. اه كروماتين ريتكلم تحوات لكروموسو. تمام حد يا جماعة مش مقتنع بالكلام ده؟ هي ايه الكروماتين ريتكلم دي؟ الشغبطة. الكروماتين ريتكلم. كوندنس او انتنسفاي. يعني تكاسفت. اتجمعت يعني. تو فورم محدش اكتب. سريد لايك شيب. كولد كروموسوم ده الشرح بتاعنا. بالله عليك ركز. بالله عليك صحصر. يبقى انا اللي بشاور عليه ده اسم كروموسوم. هل النيوكلر من بريد حصل له حاجة؟ ده زي ما هو. هل النيوكلولوس حصل لها حاجة؟ زي ما هي. من شاطر جماعة يقول لي ايه اللي حصل. اتفضل يا سعيطة. السنترسوم بعد عن بعض. السنترسوم اتقسم لتو سنتريول. وكون خط في النص كده جماعة. اسمه سبيندل فايبر. اسمه ايه؟ هتعرف اهمية السبيندل فايبر دي كمان شوية. يبقى تاني. في البداية. في البداية. ايه اللي حصل؟ اللي هي المادة الجيناتك ماتيريا. هل فضلت على نفس شكلها؟ وانا تحولت على شكل كروموسوم. حد فكري كان من حسن فات ده وكنا منقوله ان هي فرق ما بين ايه و ايه؟ عشان نعرف نعسام ايوة. عجينا وبسكوت انت جاءنا يا بنت يا ملك عايز تكلم. يبقى الكروماتين اللي هي الشغبطة. اتحولت لكروموسوم. السنتروسوم اتقسم لتوس انتريول. وكوّل في النص سبيندل ايه؟ فايبر. تمام؟ تمام؟ حاجة صعبة؟ طيب. في النهاية. دي رسمة تانية. اشتركوا في القناة. انا بزبط بس والله جماعة. ركز. من شاطر يقول لي ايه الفرق من الرسمة اللي قبل دي اللي هي في البداية والرسمة دي اللي في النهاية. اتفضل يا حمادة. انا قلنا اللي فود اسمه سنتريول. الخطوط دي سماس بندل ايه؟ فايبر. قل لي مين اللي مش موجود؟ مين اللي اختفى؟ مصر الرسمة دي والرسمة دي. اتفضل. اقول يا مازل. تمام؟ النيوكليار ممبرين. والنيوكليلوز دي سبين. اختفهم. اصبحت الكروموسوم طاليقة. حرة الحركة. متنطورة هي في السل. حد ملاحظ مين اللي ماسك الكروموسوم؟ تمام؟ ماسكنا منين؟ من؟ من السنترومير تمام اللي هي الدارة اللي في النص. حاجة صعبة؟ انا ماشيين بالترتيب خطوة بخطوة. خطوة بخطوة. تعال كده بقى. ما عليش شي. في نقطة حتوقفنا في النص. اللي هو الفرق ما بين الانيمال والبلانت. فرق ما بين الانيمال سل وبلانت سل. ايه مستر؟ ربنا سبحانه وتعالى جماعة ايد ده للانيمال سل. اللي هو الخليل الحيوانية اللي هي منها احنا؟ عندهم ده. من شاطر يصحصح. يقول لي ايه الفرق ما بين الرسمة العالمين والرسمة العشمال؟ انا ممكن ادخل اشرح على طول. بس انا بديك الفكرة ان انت تبص في الرسمة وتحاول. احمد؟ ان البلانت مش عنده سنتريول. تمام؟ عنده سنترسوم. يبقى هنا؟ الانيمال سل لديه سنترسوم. اللي بيتقسم ليه سنتريول عشان يكون الاسبندل فايبر. اما البلانت سل هازنت ما عندهوش سنترسوم. عشان كده بيكون من السيتو بلازم. يعني السيتو بلازم اللي يتعامل مع نفسه كده ويروح مكون. يروح مكون الاسبندل فايبر دي. هيا صعبك يا جماعة. كده اول مرحلة او اول خطوة خلصت. كان اسمها. ها اربع خطوات اتقالهم اول مرحلة. اول خطوة اسمها. التانية. ميتة. التالتة. انا. الرابعة. تيلو. لا تاني. الاربعة اسمهم ايه. برو ميتة. تاني. البرو حصل فيها ثلاث حاجات. اول حاجة. شكل الشغبطة اللي اسمها كروماتين ايه. اتحولت على شكل. كرومصوم. تاني حاجة. السنتلسوم اتقسم لتو سنتريول وكون خدوط اسمها. سبندل فايبر. تالت حاجة. في حاجة اختفت اسمهم ايه وايه. نيكلر ميمبرينوي نيكلولوس. حاجة صعبة. المرحلة التانية. اسمها ايه. ميتافيز. هجيب اخر شكل. اللي هو ده. وهروح حطه هنا. عشان انت اللي توصف معايا. على فكرة احنا خلصنا نحصة. مصر بتهزة. والله بجد. هالي تاني شكل اهو. الميتافيز اللي هي الخطوة التانية. انت اللي هتقول. من يرفع دي ويقول لي. الفرق ما بين البروفيز في نهايته. والميتافيز. كلمة واحدة. والله كلمة واحدة. البارت ده كلمة واحدة. ايه الميتافيز ده هو. الفضل يا حايز. الكرموسوم ما لها. شكرا الكرموسوم زي ملنا بيقول. بقت عند السنتر. بتاع السبيند الفايبر. بمعنى. انها حصل لها. حد يا جماعة يقول لي. يعني ترتيب الكرموسومات ترتبت. طيب. حقولي الكلمة دي بالعربي. مع احترامي الكامل لحضراتكم انتم لغات. ميتا. بالعربي يعني استوائي. من شاطر في الدراسات. خط الاستواء. ان هي جماعة. عند خط استواء الخلية. ان الكرموسوم اترصصت في النص. حاجة صعبة. يبقى تاني البرو. الكروماتيني تحولت لكرموسوم. النيكلولوز ونيكلور ميبرين اختفت. السنترسوم اتقسم لي. تو سنتريول. وكون سبندل اي. فايبر. اما الميتا فيز. حاجة واحدة بس. الكروموسومات ترتبت. يلا بينا الرسمة اللي بعدها. اسمها. انا فيز. انت اللي حتقول برضو. ما تتصرعش بالرسم. استناني لما ارسم. من شاطر يرفع ايدي. يقول لي ايه الفرق ما من الرسمة اللي قابليها والرسمة دي. حتم. تمام. زي منا قرب. اشرح للناس. كأنه قدامك كده جماعة فيديو. تصويري او تخيلي للموضوع هو. في اول خطوة. هل حصل حاجة للكروموسوم? في تاني خطوة. الكروموسوم ايه اللي حصل له? اتقسم. حد يعرف اتقسم منين? هاكرين السنترمين المرة اللي فات قلنا عاملة زي ايه في النص? قصرنا السامولة بالنص. فجزء من السامولة مع مصمار اللي هو كروماتيد. طلع لفوق. ونص سامولة مع كروماتيد نزل ايه? لتاحت. يبقى حصل. كنتراكت. يعني ايه مستر كنتراكت? عارفين اللعبة تشد الحب? في ايام زمان بيعزبه طبعا المسلمين. باحدة الطرق ده هاته شباب. لو يربط ايدين بحبله يربط ايدين تانية بحبلة تانية. ويشد هنا 10-15-20 راجل. وهنا 10-15-20 ايه؟ راجل. تخيل نفس الموضوع ده مع الكروموسوم. اللي سبند الفايبر بتتخالق ما بين التوبولز. اللي سبند الفايبر اللي موجود ناحية فوق عمال يشد الفوق. اللي سبند الفايبر اللي تحت عمال يشد الايه? اللي تحت. فإن اللي يحصل؟ مين شاطر يرفع ديه؟ يقول لي. بما ان القوتين قد بعد بالزبط. يبقى الكروماتيدز هنتقسم اكوال ولا انا اكوال. حيبقى كميتين قد بعد بالزبط. والشاطر اللي يفتكر الانتربيس حصل ايه في الاول فيها خالص؟ دب لكيه. اللي اتنين بقاهم اربعة. فلما حقسم الاربعة ان هيتقسموا الكام والكام. تو ان و تو ان. فحتدينا خليتين زي اللي بدأنا بيهم بالزبط. فعلنا جماعة. ارسم كده. هنا في النهاية. نفس الرسمة تاني. بس حد يعرف السيل بدأ يحصل فيها ايه؟ تتقسم. بدأ يحصل كده جماعة زي يحز في النصة اهو. ان السيل بدأت ايه؟ تتقفل من النصة يا شباب. بحس حب يتقطع ويبقوا كام سيل. ده في الخطوة النهائية تاني. فرو ميتا ها. انا والاخيرة اسمها تيلو. اخر رسمة. يا رب الناس تفتكر. اخر رسمة. هتعكس البداية خالص. من شاطر يقول لي ايه ده بقى اللي بدأ يظهر تاني. عايز لو سمحتم حد يقول لي كمية اللي موجودة في السيل نمبر وان والسيل نمبر تو. كم ان وكم ان. ازاي تو ان وتو ان احنا بدأنا بان واحد بتو ان. لان هي عملت قبل ما ابدأ برافو. خلصتوا. الميتوتك. لو تلاحظ ان اكبر اكبر كمية كلام كان في مين. في البرو. لو انت فهمت البرو كويس قوي. هتقدر تخش اللي بعده كويس. ايه? مارفل بتسأل سؤال ازيز هو الرسم علينا؟ لا انا بديك الرسم ده كده يعني زيادة. حدثوى تب ares رقصد. مارفل بتسأل سؤال ازيز هو الرسم dه. حدثوى تسأل سؤال ازيز هو الرسم علينا؟ حدثوى تبير. اللي فضلنا دلوقتي جماعة عبارة عن حاجة اسمها زراعة الكبد. طبعا جماعة لقوا ان في يعني بعض الاعضاء تقدر تعود الجزء المفقود منها على رأسهم الليفر. هل فيه تانية؟ لا. اهم من ايه حاجة جماعة في جسمك اللي هو الليفر بيقدر يعود الجزء المفقود منه. طب يا مستر لو ايدي اتقطع الصباح. هل الصباح يرجع تاني؟ طبعا استحالة. طب الليفر يا جماعة بيتكون من ثلاث خصوص. من ثلاث اجزاء. فقال لك انا ممكن اعمل ايه? انا ممكن اجيب او يظهر عندي شخص مريض. اللي علينا لونه اصفر ده جماعة مريض. مريض كبر. بسبب ان الليفر شباب حصلوا الليفر يعني باز. مع السلامة. طب انا اعمل ايه? قال لك يدخلوا قط العمليات مع بعض. الشخص المريض يشيله الكبد بتاعه خالص. هل هيفضل مستمرة على وجه الارض? طبعا لا المفروض يموت. بس في نفس الوقت الدكاترة التانيين بيقسموا ما نفسهم بقى جروبين. الدكاترة التانيين يقطعوا جزء من الليفر التاني. ياخدوا فصل. ويروحوا مركبينه في الشخص التاني. بيوصلوا الشريان بالشريان الوريد بالوريد. الارتري بالارتري والفين بالفين. بس ليه دي لها الشروط خاصة عبد الرحمن. يكون نفسه في ستة الدم. ويكون نفس ايه? بتاعت الليفر. يعني مش اي حد يدي الليفر بتاعه لاي حد. طيب براحة كده. الشخص اللي كان سليم ده جماعة اعمل اساس. الليفر بتاعه هالكامل? طبعا يبدأ يعمل ويعود الجزء المفقود منه ويرجع تاني زي الاول. مهمين يا جماعة قصد ايه? طيب والشخص اللي اتقطعت اللي خدت جزء صغير الليفر يبدأ ايه? يكبر ويبقى مكتابل. يبقى انا الميتوزز كده شارك ان هو يحمي ايه? شخص. يرجع شخص تاني للحياة. فاهمنا يا جماعة? فاهمنا شباب? حاجة صعبة? طيب معلومة اخيرة هو اهنف دولة الكرومسوم اللي احنا اخدناه. وان ولا تو. نمبر تو تمام? قال لك نمبر تو ده بيظهر وقت الديفاجن. لما بيحصل بيبقى وقت الديفاجن. لكن قبل الديفاجن بيبقى الكرومسوم على شكل كام كروماتل دي جماعة? وان كروماتل. تمام? تمام? فعشان كده وقت الديفاجن بيتقسم ويبعده عن ايه? عن بعض. حاجة صعبة جماعة? طيب افتح الشرح. اشتركوا في القناة حضرتك. احنا وقفنا المرة اللي فاتت يا زياد بيها تراس. زياد بي. خدنا تعريف الانقسام اللي هو السيل ديفيجن. انواع السيل ديفيجن. افلنا النهاردة من الميتوز. طبعا تعريفه لازم اكتب في السوماتيك سل. ولازم سيم. سوماتيك وسيم. سوماتيك ديفي. سوماتيك سيل. وسيم نمبر اف كروموسوم يخرجه. طبعا اخذنا الامبورتنس. كنا واقفين عاملين سهم هنا باين صح? على ما اتذكر يعني. اه بيبقى عندي انترفيز. طبعا ما حدش يقول لي هم خمس مراحل. هم كام? اربعة دي قبليها. مناش دعوة. الانترفيز دي جماعة بيحصل فيها حاجتين. السيل بريبير اتسيل في باي مست امبورتن. بيولوجيكار بروسز. والاماونت اف جناتك ماتيريال دبليكي. طبعا الرسم علينا. تعال بقى. الابنس بقى. البرو فيز. الكروماتين ريتكلم كوندنس. زين أبيرن زا فورمو اف لونج انسان. and the double strings chromosome. at the end of this phase. اني يقللوز واني يقلل الممبرين دي سابير. النتورك في المنز فايبر اللي يقول دي سبند الفايبر. هتبدأ تتكون ما بين التوبولز. اتش كروموسوم كونكتد باي سبند الفايبر باي سنتروميل. بيبقى ممسوك من السنتروميل. طبعا عندي رسمتين في البرو فيز. واحدة في البداية. اكتب كده جانبها ستارت. واحدة في النهاية. نوت زي ما قلنا. الانيمال سيل بتكون سبند الفايبر من لكن البلانت سيل بتكونها من السايتو بلاز. ميتافيز استوائي. اللي هو مرتبط بكلمة. arrange. arrange. كروموسومات ترتبط اهي. بعد كده انا فيز. امفصالي. ان الكروموسوم هتبدأ تعمل من عند السنترومير. ونصها بالكروماتيد يطلع لفوق. ونصها بالكروماتيد ينزل لتحت. وعنده كلمة يعني تهاجر. النهائي. النهائي ده جماعة مرتبط بكلمة adverse change. تغيرات عكسية. حد يعرف عكس مين? التيلو فيز عكس مين? الاولاني ايوها لوجين? برو فيز. برافو. ان اللي قلته هناك قبير هنا حيبقى دي ساببير. واللي قلته هناك دي ساببير هنا حيبقى قبير. بصة على النوت اللي جاية. اهي. ان التيلو فيز عكس البرو فيز. اه. الساينس ان تكنولوجيا خلاص اخدناها. اللي هي liver transplantation. بص على النوت الاخيرة اللي تحت دي ما عليها مهمة جدا. فيه سيل في جسمك. زي? الخدناها في سنة ستة. الخليل العصبية مفتسمش. طب ليه مستر? النيرف سيل هازنت سنترسوم. عشان لو جالك جيبريزو. والريد بلاد سيل هازنت نيكلوس. دي ما عندهاش سنترسوم ودي ما عندهاش نيكلوس. من شاطر يقول لي فيه سيل تانية ما عندها سنترسوم. خدناها النهاردة. بران بلانت بس بتقدر تعمل انسان هو ما متقدرش عشان بتكون من السايتو ايه? الله ينعر عليكم. الناس اللي صحصحة دي اللي حيبق بنتملك يا جماعة درس بمغناية. هو مجرد الرسمة بس يتكه عليه النهاردة قبل حسة يوم الخميس. آآ آآ افتح كماعة لو سمحت. بعد اذنك الصوت. شباب. بيتجي كامل هومورك. ايتي ناين. هنحل خمس دقيقة يا جماعة. يلا شباب. نحل اللي تشوز الاول. النهاردة طبعا اخر الاسبوع. ولا. الفضل يا أستاذ حماية امازل. The chemical structure of the chromosome is. A and B. The type of division in somatic. My toes is the man how my topic. Number three hatem and my topic division takes place in. skin. تفضل يا عبد الرحمن. حمادة. before the mitotic cell division. الكرموسوم material. إيه اللي عايص الله. duplicate. زعيطر. duplication of genetic material. occurring mitosis. anobus of mitosis. enter. هم الاربع سمومية زعيطر اللي بعد الenter. اللي هم الاسسيين. نحل. pro mita anatello. فضل يا فايز. اذا ما يتوتيك ديفيجن. الكرموسوم بتترتفع فين. غلط. ايه ميتا. انا. ده اللي بيحصل فيه التأسيم الانفصالي. ميتا الاستوائي. فضل يا اللي جنب حضرتك ميل. فضل يا حوفي. السنترومير. بيتقسموا. ويبعدوا عن بعض. ويأخذوا كروماتيد ويهاجروا. فآهنوا. في الانافيز. تمام. فضل يا مازل. الاسبند الفايبر بتظهر امتى. في البرو فيز. تمام. فضل يا باسم. الترتيب الصح. برو ميتا انا تقلوا. تمام. ابو شعرم. الرايد سينتيبك تيرب. زي آر سريد like بادز. ايه؟ غلط. فضل يا عمر. أشكال. كروموسوم. فضل يا عمر. زي آر سريد like بادز. بالمهم. عملين كل شوية نرسامها. حدش الكلام يا جماعة عن يوكليس. زي بوينتو. حالي تانية عمر. النقطة اللي بتوصل. الكروماتيد ببعض. السنترومير. يلا يا احمد. يلا يا عاش. من شانواني. أفز سم بورتانت فيتال بروس تحصل وبتعمل دوبليكات. اللي قبل الاربعة. انترفيز. سالم ده صح. نمبر سيفن. حمد ياسر. الكروموسوم ميجريت توورد السيل اكويتر. بيقفوا عند السيل اكويتر. عند خرط الاستواء. ميتافيز. نبيل فايبرز. هنسمع حاجة فايبر. الجماعة اللي بيتكلم ده يا شباب. مين اللي قال. سيف ياسر المتخلق. يلا يا نبيل تاني. أفز ويرسام بروسس اكير ابون ويرش تا فورميشن اوب تو سيل. سيل بيتكون فيها تو سيل. خلاص بقى بنشطة. بنشطة. خلاص. تشتباط. آخر خطوة. تيلو فيز. معانا طبعا يا جماعة. الجيف ريزن ويل. كمبليت. اشتباط. اشتباط. شكرا